بالفعل أصبح وحيدا يتجول وحيد القرن هذا بحرية في شوارع النبال غير مكترث لشيء ربما أغراه صمت الشوارع الخالية من البشر بسبب حظر التجول الذي فرضه وباء كورونا صحيح أن الفيروس أنهك البشرية واقتصادها لكنه أنعش الطبيعة وجدد شباب الأرض وكان المخلص لأرواح سبعة ملايين شخص يموتون سنويا بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء أي أضعافا مضاعفة لعدد وفيات الوباء القاتل العزلة الإجبارية التي فرضها كورونا على البشر أعطت للطبيعة فرصة لتستعيد أنفاسها وللحيوانات لتتكاثر من دون أن تطاردها بنادق الصيادين كما أثبت الفيروس للعالم إمكانية التعاون الدولي لإنقاذ الكوكب من التلوث فالاحتباس الحراري ينخفض وطبقة الأوزون تتعافى وثمت بشائر علمية تتحدث عن إمكانية تعافيها بشكل كامل على مدى قرون دفع البشر بالحياة البرية إلى زوايا أضيق على هذا الكوكب لكن عزلة المليارات منهم وخلوة شوارع المدن المقتضة أعاد إلى الطبيعة كل تجلياتها فالدلافين غزت مضيق البصفور مستغلة الصمت المخيم على اسطنبول واحتل المعيز الجبلي بلدة في ويلز أما هذه البطة فتسير وفراخها بانتظام يشبه دورة الحياة وتبعث من حيث لا تدري برسالة إلى البشر تقول إن قطار الطبيعة عاد إلى سكته فاذكرو محاسنا كورونا